أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاها رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن فوز مملكة البحرين بعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج الخاص والمعني باتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات بازل روتردام استكهولم يعتبر دلالة واضحة على الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الأمم المتحدة وكذلك الخبرة الفنية التي تتمتع بها في التعامل مع القضايا المتعلقة بشأن البيئي وبشكل خاص إدارة المخلفات الخطيرة والكيميائية وقال سموهن دخول المملكة في عضوية المجلس سيشكل بادرة أولية يمكن المجلس الأعلى للبيئة البناء عليها في مبادرات أخرى لمجالس أو لجان فنية داخل منظومة الأمم المتحدة كما ستتمكن البحرين من خلال هذه العضوية من استقطاب عدد أكبر من المشاريع المعنية بإدارة المخلفات الخطيرة والكيميائية لدول غرب آسيا في المنطقة وأشار سموهن لأن مملكة البحرين تقدمت بالترشيح لعضوية المجلس في الربع النهائي من العام الماضي عن مقعد الدول الجزرية الصغيرة وفازت المملكة بالترشيح كعضو في المجلس التنفيذي لمقعد الدول الجزرية وستمتد مدة العضوية في المجلس إلى سنتين حيث سيبدأ العمل ضمن المجلس في شهر مارس 2018 ميلادية اشتركوا في القناة